اشتركوا في القناة ومش مهمة تكون انسب واوفر بس المهم ان هي تدينا النتيجة الصحيحة اول حاجة مبدئيا عشان نخلص منها وهي اعتبر اسهل طريقة لكل الناس الصورة دي الصورة دي هتلاقيها على صفحتي على الفيسبوك او على المدونة بتاعتي عرف فيدنس اونلاين الصورة دي ناس متخصصين جمعوا احجام الاجسام زي ما احنا شايفين كده واعطوا لكل جسم منهم نسبة مئوية للفات انت حضرتك بتختار الجسم او شكل الجسم الاقرب لشكل جسمك وتعرف من خلاله النسبة اللي انت عليها يعني حضرتك او حضرتك بتخش تشوف مثلا ده الجسم المناسب او الاقرب بشكل جسمك الحالي يبقى نسبتك 20% وانتي نفس الكلام لو ده الشكل الاقرب لكي يبقى نسبة 30% يبقى دي اول طريقة نقدر نعرف بيها النسبة الدهون طيب قبل ما اكمل بقية كلامي وعرفكم على الطرق التانية انا عايز اقول معلومة سريعة ان بالنسبة للذكور ازيب من نسبة 20% بتبدأ خطر الاصابة بالامراض زي مشاكل الضغط والسكر ونوبات القلب والكلام ده واختر او ازيب من 25% بالنسبة للسيدات بتبدأ برضو نسبة الخطر او خطر الاصابة بالامراض فنحاول كذكور ان هما ميزدوش عن 20% فات وبالنسبة للناس ميزدوش عن 25% نكمل كلامنا ونقول ان الابحاثة العالمية قسمت النسب المئوية للدهون في الجسم لعدة مراحل بالنسبة للرجال وبالنسبة للرجال وبالنسبة للسيدات ازاي اعرف ان انا في الحيث المناسب لي او في النسبة للنقوية المناسبة لي خلينا الاول نتكلم على السيدات لو النسبة من 10% الـ 12% فدي الدهون الاساسية في الجسم يعني ما تحاوليش تقلل الدهون في جسمك الاقل من 10 او 12% لو الدهون في جسمك من 14% لـ 20% فدول وصفوهم بالرياضيين او الناس اللي بتلعب رياضة او اكسامهم اكسام رياضية لو النسبة في جسمك من 21% لـ 24% فانت كده في الحيث بتاع الفيتنس او اللي هو اللي يقل بدنيه لو من 25% لـ 31% انت هنا تبدأ تقلقي انت كده في الحيث الخاص بزيادة الوزن او دخل على مراحل زيادة الوزن لو 32% او ازياد يبقى انت كده فعلا عندك وزن زياد او عندك سمنة زيادة بالنسبة للرجالة من 2% لـ 4% دهية الدهون الاساسية يعني محدش من الشباب يحاول يقلل الدهون في جسمه لأقل من 4% في بعض الناس بتوصل لأقل من كده بس ده طبعا بيستخدموا سترويدز او منشطات بالنسبة من 6% لـ 13% ده الرياضي من 14% لـ 17% ده الفيتنس من 18% لـ 25% ده الوزن الزايد من 26 او بلاس 26 ازياد من 26 يبقى ده كده الجسم اللي عنده بدانة او سمنة زيادة طيب احنا كلنا مفروض نققفين في اي مرحلة من المراحل الدهيات اول مرحلة مفروض ان احنا نسعى ان احنا نكون فيها هي مرحلة الفيتنس بالنسبة للسيدات وبالنسبة للرجال مفروض السيدة او البنت او المرأة متن تبقى من 21% لـ 24% او اقل بس ما تكونش ازياد ويه الراجل او الشاب يبقى من 14% لـ 17% او اقل مش ازياد نسبة الدهون هي النسبة اللي بتحدد انت ماشي صح ولا غلط تسيبك بقى من قصة ان انت طولك مناسب لوزنك والكلام ده لا ما ينفعش كلام ده كله فاكس ومقولوش اي علاقة بالصحة خالص لكن نسبة الدهون هي اللي بتحددلك انت ماشي صح ولا لا لازم تقيس نسبة الدهون في جسمك بين وقت للتاني احنا شرحنا اول طريقة اللي هي طريقة الصور قلنا ان انت ممكن تقارن شكل جسمك بالصورة وتختار النسبة المئوية بتاعتك من الطرق الدقيقة التانية بعض الاجهزة الالكترونية ودي انت بتشتريه من على الانترنت او موجود في الصيدليات الكبيرة ممكن تسعليه في صيدية زي الصيدليات العزبي في المنصر طبعا الناس المصريين اتكلم مش عارف بالنسبة للدول العربية اكيد هيبقى ورده متوفر عندكم الجهاز دوت لو مش متوفر يبقى تشتروه عن طريق الانترنت الجهاز دوت بتدخل فيه طولك ووزنك والجنس بتاعك سواء ذكر او انسة وبتبدأ تمسك المقبضين دول بيديك الاثنين وبيحضر لك او بيظهر لك على الشاشة نسبة الدول في جسمك الديل طيب هل الطريقة دي دقيقة ولا لا دقيقة الى حد ما في طرق مشابهة للطريقة ديت في اقدر ان انا اوصلها بسهولة بدون ما اشتري الجهاز ده في طريقة مشابهة شوية وهي بتبقى موجودة في السيداليات الكبيرة في مصر زي سيداليات العزبي او طبعا مش شرط ان انا بقول اسم سيداليات العزبي فانتو تقولنا انا بعمل لها اعلان لا وضعي بس الفكرة ان يعني هو ده الاسم الوارد قدامي او اللي انا متذكره بالنسبة في عندك سيداليات صيف في سيداليات كتير هتلاقي فيها الجهاز يبقى فيه نفس فكرة المقبضين دول بس الفكرة ان الجهاز ده لما عندك في البيت انت ممكن تاخد الاياسات في وقت مبكر الصبح عند الاستخاص من النوم على المعضة فاضية وده افضل وقت انا بفضله لاخد القياسات لان انت بتبقى شربت مية بتبقى شكلت بيبقى في وقت نمتو بتبقى معدات الخوية تماما من اي اكل فما فيش وزن زيت في جسمك غير وزن جسمك الحقيقي فالجهاز ده في البيت هتقدر ان انت تستفد منه بشكل اخر مفيش ممكن تلجأ ان انت تستفد من الاجهزة اللي موجودة في السيدالية ديت هتروح السيدالية وتقول له انا عايز اعمل تحليل نسبة دهون بيبقى بخمسة جنيه تقريبا بس انا من خلال تجربتي في الاجهزة اللي في السيداليات مش دقيقة بنسبة كبيرة ممكن يبقى واحد نسبة الدهون في جسمه الليلة او تلاقيه رفعها واحد نسبة الدهون في جسمه عالية تلاقيه تقللها فانا ما مصقش فيه عن النسبة جديرة لكن لو انت عندك الجهاز ده الجهاز ده هو طبعا مصمم خصيصا بقياس نسبة الدهون فانا برجح ان نسبة النجاح فيه هتبقى حوالي من 70% ل80% قياس الدهون بطريقة مانيول او يدوي عن طريق الاداة دية الاداة دية مش بتباع برضو في المحلات في مصر بشكل عادي مش موجودة للأسف الاداة دية لازم تشريها عن طريق الانترنت وهي مش غالية ممكن تبقى حوالي 3 دولار طبعا غير تكلف الشحن الاداة دي بتجيلك معاها زي جدول بيبين فيها القياسات والاماكين اللي انت مفروض تيز بيها جسمك يعني مثلا بتبقى جنب الشيست جنب الستر البطن في منطقة معينة في البطن في منطقة معينة في الفغد في منطقة معينة في الظهر في مطق معينة بتيجي مع الجدول دوت بيبين لك انت تاخد القياسات دي وبقارن القياسات دي بعضها في الآخر بتحصل على نتيجة النسبة المقوية الطريقة المانوال دية جماعة من ادق الطرق وانا بنصح بها شخصيا بس للأسف هي مش متوفرة في مصر الطريقة دية نسبة نجاحها بتفوق 80% وده شيء كويس جدا يعني يعني مطمم في نفس الوقت دي صورة بتوضح الطريقة المانوال اللي قلنا عليها هو بتبقى بتقيس بعض الاماكن في جسمك زي قولنا البطن والبطن لو عايزين تهراف الاماكن دي تحديدا حد بس يرسلني وانا اه هبعط لكو الشرح كمينة ده جهاز نفس فكرة المانوال بالزبط الأداية اللي احنا شفناها دلوقتي بس الفرق ان ده الالكتروني اه وانا شخصيا جربت الجهاز ده الجهاز دوت برضو مفيد جدا وفعال والميزة فيه ان هو بيبين لك بشكل دقيق جدا مساحة الجلد او المساحة اللي انت استهى قد ايه اه هنا مثلا مطلعة 13 ملي فاصلة 6 وده اه برضو للاسف مش هتلاقوه اه في مصر ممكن تشتريه عن طريق الانترنت لو او حد اي حد برا مصر ممكن تجيبه الكوه ورجح اه ده بقى الميزان اللي انا بسميه صديق الانسان او صديق ال اه سموه صديق اي حاجة مهمه ان هو يبقى صديقه وخلاص ده الميزان دوت انت بتخليه بقى في قطة الميزان ده برينس بيقس لك نسبة الدهون وبيقس لك اه ال body mass بتاعك قد ايه واللين body mass بتاعك قد ايه ونسبة ال calories اللي انت محتاجها قد ايه فيه هنا مجسات اللي احنا شايفينها دي مجسات مفتول انت بتواقف عليه اه مش ترابس حاجه في رجلك عشان فقطر يقدر يقرى اه عن طريق المجسات ديت الميزان دوت بيبقى غالي يا جماعة ومعرفش موجود منه في مصر ولا لا ما شفتش بحد دلوقتي اه نسبة النجاح فيه برضو بتعدي التمانين في المائة انتو شايفين الصورة قدامكم دلوقتي ومش فاهمين او ومش مستوعبين اي حد اه هيشوف الصورة هيقول تبدأ ايه على قطها بياس الدهون دي الطريقة وبرضو مش موجودة في بلادنا العربية او مش موجودة معرفش موجودة برا ولا لا بس مش موجودة في مصر العزيزة وهي بيقيسوا اه نسبة الدهون في الجسم عن طريق ختلة الجسم في المياه لان جسم الانسان في المياه بيبقى خفيف فبطرق معينة بيقدروا انهم يحسبوا نسبة الدهون في الجسم الانسان عن طريق اغماره في المياه ان هو ينزله في المياه ودي طبعا طريقة ضغيق غدا وتتعدى نسبة النجاح بتاعها الثمانية وتمانين في المياه او تصل للتسعين في المياه نجي للطريقة دي طبعا كنتم خليها الاخر او قبل الاخر لان الطريقة دي انا شخصيا شفت ناس قدامي بتعملها ودي بيكون في المراكز الصحية الكبيرة والطريقة دي للاسف مش موجودة في مصر برضو بس نسبة نجاح الطريقة دي ممكن بتوصل لتسع وتسعين في المياه دقيقة جدا 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 وهي نوع من انواع الاشعة زي ما احنا شايفين اسمها دلوقتي اللي عايز يسأل عليها دي اي اكس اي سكان دي نوع من انواع الاشعة بيبين نسبة الدهون في الجسم وتفاصيل الجسم بعضلات وكل حاجة في جسمك وزنها قد ايه ويقدر انه يبينها لك بسوء في طريقتين تاني انا نسيت اقول لكم عليهم وانا مش عايز ان هو اخلص الفيديو بدون ما اذكر لكم كل او اغلب الطرق لقيص نسبة الدهون في الجسم الجهاز دوت برضو مش موجود في علمنا العربي الجهاز دوت بيقيس نسبة الدهون عن طريق ضغط الهواء انه بيخش رخص جواه بيحط في بقه زي امبوب اكسوجين بيتم اطلاق ضغط هواء جديد جواه الجهاز وان طريقه بيقدر انه يقيسه نسبة الدهون في الجسم نسبة نجاح الجهاز دوت بتعدي 90 في النهاية جهاز الزهر قدامنا في الصورة دلوقتي هتلاقوا منه اشكال كتير بالشرط خالص الشكل اللي انا عرضه ده بس ده واحد منهم ده مش مجرد ميزان عادي هتلاقوا ليه اسماء مختلفة واحد او فئة يسموه اسمه اي بادي فئة يسموه كيو بادي المهم ان الجهاز ده موجود فعلا في مصر بس مش موجود في اماكن عامة موجود عند دكاترة التخسيس الموجود في الجمات الكبيرة الجهاز دوت بيقدر انه يقيس نسبة الدهون في الجسم بيقدر انه ي вжеطهر لك او يزهر لك تفاصيل الجسم نسبة العضل في جسمك قد ايه نسبة الماياكام قد ايه احتى في بعض الاجهزة منهم بتظهر لك تفاصيل العضلات بشكل دقيق عدالب يعني نصك اليمين في عضلات قد ايه رجليك اليمين فيها عضلات اكتر من رجليك الشمال ولا لا تكوين الجثماني لك عبارة عن إيه الجهاز دوات طبعا مفيد ونسبة النجاح فيه برضو تتخطى 90% نسبة النجاح فيه بتتخطى 90% و التحليل بتاعه او الكشف بتاعه مش غالي نسبيا لو انت هتعمله كل فترة يعني ان انت اصلا مش كل فترة تحتاج ان انت تقيس نسبة الدون في جسمك اطلع التفاصيل بالشكل ده انت ممكن كل ثلاث شهور تعمل الموضوع ده عندي ده كترة التخصيص انت ممكن تروح مش شرط ان انت تاخد دايت او تطلب من الدكتور دايت اطلب منه بس ان انت عايز تستخدم الجهاز الموجود عنده وغالبا هيقولك ان انت تدفع طبعا الكشف عادي ده كترة التخصيص الكشف عندهم بيبدأ مثلا هتلاقي البعض من 40 لحد 150 على حسب الدكتور في الجمات هتلاقي برضو في الجمات بتقدر تستخدم الجهاز بس مقابل مثلا مبلغ حوالي 50 جنيه او 70 جنيه على حسب الجم فالجهاز ده انا منصحكم بيه وزي ما قلت ده بيوصل نسبة النجاح بتاعته 90 في المال طيب انا اعرف انا بوجه الفيديوهات دي لجميع الفئات ممكن الناس تكون سمعتني قادرة ان هم يسافروا برا مصر خصيصهم بقياس نسبة الدهون وبقى دقة الاجهزة وبقى دقة طرق من اللي انا قلتها وفي ناس بوسطاء جدا او ما عندهمش المقدرة ان هم يستخدموا حتى الطرق الطرق العادية او الطرق الموجودة في الصيدليات زي ما قلت الكياز الموجود في الصيدليات فانا من الفئة دي انا بحب البسطة جدا لو في مقدوري ان انا استخدمي الطريقة البسيطة وهتديني النتيجة كويسة فانا برجح ده وانا بفضله وبشجع كل الناس ان هي تاخد بالطرق البسيطة طالما ان هي تديني نتيجة كويسة طريقة القياسات او المزورة بي اسمها مزورة انت ممكن حالك تروح تشتريها من اي مكتبة تقول له انا عايز مزورة قياس او متر قياس او اي حد ما اللي هو دريس اسميكر اللي هو اللي اسمه الخياط او كده بتلاقي عنده المزورة او المتر ده قل له انا عايز مزورة قياس بتاخد حضرك المزورة ديت وبتاخد قياس لوسطك او منطقة الخصر بالنسبة للرجال هتاخد قياس لخصرك او لمنطقة الوسط عندك مرورا فوق السرة يعني خلي المتر يبقى ماشي في مساواة السرة واخد القياس بتاعك طبعا بالسانتي وبالنسبة للسيدات هتاخد القياس بالنسبة للخصر بتاعها تحت السرة مباشرة تحت السرة مباشرة والسيدات بتاخد مقاس منطقة الارداف كمان وبتاخد مقاس منطقة الرسخ او اللي هي منطقة الرست اللي هي بعد كف الايد على طول المنطقة اللي بيقي فيها العظمية الصغيرة دي وبتاخد قياس منطقة الفور ارمز اللي هي الحتة اللي بتعرف اسمها ايه بالعربي اللي هي الساعد الحتة الساعد اللي هي تحت عضلة الباي على طول انا ممكن اوريكوا صورة توضحية لها اهي دي صورة الفور ارمز طبعا ده احنا قلنا بالنسبة للسيدات هتاخد الخصر او الوسط تحت السرة مباشرة محيط الفور ارمز زي ما احنا شايفين في الصورة محيط الرسخ او الرست اللي هو بعد كف الايد مباشرة تمام؟ وهنلجأ او هنخش الموقع عن طريق البيانات دي هي يحسب لنا ويطلع علينا نزبط الدهون بتاعنا هتلاقوا لينك الموقع ده في الديسكريبشن تاعه شوفوه في مواقع كتير بتقدم الخدمة دي ده ممكن تكتب في جوجل آآ وديفات وهيطلع عليك مواقع كتير بتقدم آآ الخدمة دي بس ده من المواقع اللي انا بسط فيها الحقيقة ومبتعمل معها بقى لفترة توقف الحاجات اللي جنبيها نجمة دي ده معناه ان للسيدات فقط تمام؟ زي ما قلنا ده الرست اللي هو بعد كف الايد مباشرة داية الهايبس اللي هو محيط الارداف كامل وده الفور ارمس اللي هو منطقة الساعة طبعا اول حاجة حطولك تحدد من هنا في ميل للأنثة وميل للذكر احنا ناخد المثال كذكر مثلا هنكتب الويت هنا طبعا بالكيلو الوزن بتاعه مثلا نكتب واحد مثلا وزنه 90 كيلو الويست اللي هو محيط الخاصر بتاعك بالنسبة للذكر زي ما قلنا فوق السورة مباشرة مثلا هنقول مثلا واحد هيبقى 100 مثلا وندوس هنا ونشوف النتيجة اللي هتظهر لنا بيقول 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 لك انت مصبتك سودا نسبة الدهون في جسمك عالية اصلا تمام وممكن تدخل هنا عشان يظهر لك نسب الدهون اللي احنا قلنا عليها نيجي الاستاذ احنا كنا قلنا هنا فورمان للرجال هو الاخ 26 ازيئ من 26 او جابين هنا عنده وزنه وزنه ازيئ من 26 في النسبة للفات هيبقى عنده سمنة لان ازيئ من 25% وعنده سمنة طيب الطريقة دي فعاليتها ايه شخصيا انا بعتمد عليها مقارنة مع الطرق الالكترونية يعني ممكن انا الجأ للطريقة الالكترونية اللي في الصيدلية اعيز بيها نسبة الفات عندي وبلجأ للطريقة المانوال اللي هي عن طريق الصيد دوت اعيز بيها نسبة الفات عندي وبقارن الاتنين مع بعض يعني مثلا ظهر قدامي هنا في الموقع 26% وفي الصيدلية ظهرت مثلا 25% يبقى صح يبقى كده انا ما بين خمسة وعشرين وستة وعشرين في المية وزاي ما قلت نسبة الدهون بتقاس كل ثلاث شهور تقريبا التعقدش نفسها قد قياس نسبة الدهون كل اسبوع الفيديو دخل في عشرين دقيقة بس انا شرحت لكم تقريبا طرق قياس نسبة الدهون كلها اللي موجودة في العالم تماما في بعض المواقع بتطلب محيط الرقبة كمان عشان تقيس نسبة الدهون احاول حط لكم لونك في الديسكريبشن تحت لبعض المواقع ديت انا اسف ان انا طولت عليكم انا عارف ان الفيديوهات بتاعتي بتقاطويلة بس انا مش من نوع اللي هو بيدي المعلومة ويجري انا وكن اخش اقولك احط لك صور قدامك اقولك الطريقة دي والطريقة دي والطريقة دي انا بحب ان انا اوضح كل حاجة بالتفصيل لان انا بتتبع مبدأ لو تعطيني سمكة ولكن اعلمني كيف اصدتها انا بحاول ان انا اعلم الناس زي ما انا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ناس سوقفت جنبي وساعدتني وعلمتني انا بحاول اعلم الناس بالتفصيل ازاي قدروا انهم يجبوا المعلومة ازاي يبقى عندهم ثقافة رياضية ازاي يبقى عندهم ثقافة غزائية انا اسف ان انا طولت عليكم والسلام عليكم